شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركات مصرية وفرنسية تنص المذكرة على إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعمل وبدأ على دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة لا سيما من خلال منح تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من فرص التمويل الأخضر وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم لمشروعات تدعم هذا التحول